نساء الخير على حضراتكم أهلا بكم معانا يوم جديد ومتابعة جديدة ومستمرة لأهم الأخبار في الحياة اليوم بداية أخبارنا هتكون متعلقة بالملف الاقتصادي أو تحديدا الجزئية الخاصة بالسياسة النقدية للدولة طبعا في ضوء التعيين الجديد طبعا لمحافظ البنك المركزي أستاذ حسن عبد الله وكان فيه اجتماع مهم النهاردة الرئيس الوزراء مع محافظ البنك المركزي لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالمؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية والقرارات الأخيرة الخاصة بتنظيم عملية الاستيراد إيه اللي حصل في هذا الاجتماع ده اللي هنتكلم فيه مع أستاذ كامال ريام الصحفي المتخصص فيه متابعة شؤون مجلس الوزراء مساء الخيري أستاذ كامال برحب بحضرتك أهلا وسهلا يعني تفاصيل أكتر عن الإدار النهاردة في الاجتماع أستاذ كامال الحقيقة كان فيه أكثر من ملف يعني العديد من الملفات في اجتماع رئيس وزراء مع محافظ البنك المركزي طبعا يعني كانت أهم أو في مقدمة هذه الملفات استعراض أهم المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية أيضا متابعة من أكسات البيجابية المتوقعة للقرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي خاصة فيما يتعلق بإلغاء الفدود الفصوى لعمليات الوداع والصرف للأفراد والشركات طبعا هذه التدابير كانت تتخذت ضمن تدابير إجراءات أو تدابير مواجهة أثار جائحة كورونا وتم إلغاءها مؤخرا أيضا كان فيه يعني متابعة للإجراءات اللي ممكن يتم اتخذها يعني في إطار زمن محدد للتعامل مع الموقف الاقتصاد الحالي وتدعيات الأزمة العالمية طبعا حدثك عارفة أن فيه متابعة مستمرة من جانب الحكومة من جانب البنك المركزي لتدعيات الأزمة العالمية وفي حرصة أن يكون فيه تكامل وتنسيق بين الحكومة وبين البنك المركزي خاصة فيما تعلق بالسياسات المالية والنقدية أيضا كان من ضمن الملفات متابعة من الرئيس الوزراء لتمتيز قرار إثناء مستفزمات الإنتاج ولوازن التشغيل من العمل بالنظام الاعتمادات المستندية حيث كان فيه تعليمات أو توجهات من ساحة رئيس للحكومة بتيسير الإجراءات والاستيراد لمستلزمات الإنتاج في إطار طبعا إجراءات الدولة تشجيع الصناعة أيضا كان فيه منقشة لإزاي تم التعامل مع هذا الملف هو الخاص بتيسير استيراد مستلزمات الإنتاج أيضا كان فيه إيه أهم القطاعات اللي هيتم دعمها وطبعا استثناءها من مسألة الاعتماد والمستندات اللي حد أتكلم فيها أستاذ جمال الحقيقة كل ما يتعلق بمستلزمات الإنتاج للصناعة حالك عارفة يا سيد جلوبنا أن الدولة حاليا بتعمل على توقفين الصناعة بتعمل على تشجيع الصناعة بحيث يتم الاعتماد بقدر كبير على المنتج المحلية نعم بدلا من الاستراد لأن الاستراد بمثل ضغط على الموارد العملة الأجنبية طبعا الاعتماد على المنتج المحلي معناه أن يكون فيه حاجة لتشغيل المصانع واستراد مستلزمات الإنتاج عشان كده طبعا يعني مستلزمات الإنتاج وكل ما يستلزم لتشغيل المصانع بيتم إعفاءه من العمل بنظام الاعتمادات المستندية لطبعا ضمان سرعة تشغيل المصانع أيضا فيه ملفه مهم جدا أن الحكومة بتعمل عليه وهو تحسين ملخ الاستثمار طبعا وتنشيط مشاركة القطاع الخاص بالاقتطاد المصري وأيضا كان فيه متابعة من جانب رئيس وزراء مع محافظة بنك المركزي للتكامل بين الحكومة والبنك المركزي بشأن هذا الملف الحقيقة ملفات كلها مهمة وزي ما أقول يعني فيه حرص من الحكومة والبنك المركزي على أن يكون هناك تنسيق وتكامل بين السياسات المالية للحكومة والسياسات النقدية للبنك المركز أنا بشكر حضرك شكرا جزيلا أستاذ كمال ريان الصحفي المتخصص في شؤون مجلس الوزراء أو متابعة شؤون مجلس الوزراء شكرا جزيلا لحضرتك